موسيقى مرحبا عم نطل عليكم يوميا بإنفوكس أنا ومسيورو الجزكار أهلا وسهلا فيك مثل العادة من نرحب فيك عطول عبر شاشة الام تي بي واليوم رح نحكي عن تأمين كفالة التجديد هذا التأمين بيخص كل المختربين اللبنانية اللي عايشين خارج لبنان خبرنا شوي عن أهمية هذا التأمين مرحبا جايل نحن اليوم اللي عم نقدر نعمله عبر التطبيق كماني اللي بتنزليه عبر الأب ستور أو الكوجل بلاي إنه نطل كل اللبنانية المختربين يشتروا ضمانة كفالة التجديد لبوليستون الاستشفى لوقتها يرجع على لبنان نحكي شوي شو يعني كفالة التجديد اليوم حيالة لبناني عايش حيالة بلد نيوي يرجع على لبنان أكيد منهم بعنده تأمين صحي بالبنان ولكن عنده تأمين صحي بالبلاد اللي هو يعيش فيها نهاري اللي بيقرر يرجع على لبنان بده يرجع يعمل بوليس التأمين من السفر يعني لا سمح الله إذا عنده أي مرض المرض حيكون مستسنى لا سمح الله رجع بعد 60 سنة تعب برات لبنان ليل الشركة التأمينية اللي بتاخده فبيلاقي حاله إنه خلال كل سنين اشتغل ولا يجيب اللي يرجع يرجع بالبنان بفي شركة التأمين عم تعطيه تغطية استشفائية فبكفالة التجديد أو هيدا المخترب اللبناني عم بيدمن حقه لا يقدر ياخد بوليس التأمين استشفاء بلا أي استثناء لازم من هلأ يتصرف فيها لبوليس التأمين بس نفسر شوي للمشاهدين مظبوط يعني نحنا بس لنفرجون شوي على الابليكيشن كيف بتتصرف نحنا فتنا على الابليكيشن مثل العادة فينا كمانا نستعملها باللغة العربية طبعا نحنا فتنا على الابليكيشن نحنا نقينا الـ Guaranteed Renewability Option نحنا بتقلنا أنه في حال بس بتكون ترجعوا على لبنان هذه الـ Guaranteed Renewability Option تعطيكم الحق تأخدكم شركة التأمين بشروطات بوليسة بالبوليسة في عمر معين محدد لهذا الشيء نحنا هنفوت أول شغل بينه نقق إذا هننا بدنهم كافلة تجديد درجة أولى أو درجة تانية شو الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة التانية الدرجة الأولى هي بتكون قوضة بتاخد واحد الدرجة تانية بتكون قوضة أه فرشت كلاس يومين أوكي أوكي بتاخدين نحنا نقينا حسب الأعمار الـ Guaranteed Renewability Option ندفع يعني نحنا بلاشنا إذا نقول نحنا عارونا بالـ 35 للـ 44 أخدناها مثل ما بنعمل عادة من عب المعلومات التي بقولنا فينا ندخل عائلتنا وبيجينا بوليس التأمين يلي بتقول أنتو هلأ سي عندكن حق أنه بس تجعلوا للبنين أو بس بتكون تاخدوا بوليس التأمين من لبنين ممنوع على شركة التأمين تقول لكم في أي استثناء يعني هيدا الورقة هي الضمان إذا فينا نقول تنفسل للمشاهدين كيف يونيوس يسقوا بهذا الشيء أنه هلأ هلأ عم ببلشوا بشيء رح يبقى معهم لبعدين هي بتطلع لهم بوليس التأمين هي بتطلع بوليس التأمين بتقول أنه أي لبناني مخترب أنت كسبت حق كفالة التجديد أو جي آر مثل ما بيسموه ووقت ما بدك تجي تصدر بوليس التأمين استشفى بالبنين صار هيدا هيدا البوليس التأمين ببقى يتطبق عليها أنه أي استثناء أو أنه بوليس جديدة تاخدها شركة التأمين كأنه إليك عشر سنين مأمل مع هيجي شركة التأمين وبتجدد لك في شيء شرط معين لازم يكون موجود أبدا لازم كل ما يبكوا ليعملوها كل ما أحصل له نحن هم ننصح كل لبنان بقىات لبنان يعمل هيدا بوليس التأمين مثل ما سمعتو كل ما سرعتو بتستفيدوا أكتر نحن بنشكرك كتير على هالمعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم وبشكر كل المشاهدين وبشوفكم بالحلقات القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة